أهلا بكم من جديد قطعة أرض يسكنها العديد من البشر عبر العصور نراقب رحلة تطور المشهد الإنساني فوقها على مدار آلاف السنين فيلم جديد يجمع شمل صناع الفيلم الأيكوني فورست كومب والمخرج روبرت زيميكس وأيضا سيناريست إريك روث والأبطال توم هانكس وروبين رايت التي قامت بدور جيني في فيلم الثانية وبخلاف هذه التفاصيل لفت النظر المشاهدين استخدام تقنية الدي اي جينغ أو تصغير العمر أو إخفاء الشيخوخة حيث نراقب هانكس وهو أحد الساكنين في المكان في مراهقته وحتى مرحلة الشيخوخة في السينما مشاهدين وعبر السنوات كانت طريقة تقليدية لعودة البطل إلى الماضي أو بالزمن أن يجسد ممثل أصغر في السن دوره بحسب المرحلة العمرية طبعا لكن في السنوات الأخيرة أصبح الحل الأسهل هو استخدام تقنية تصغير العمر أو إخفاء الشيخوخة بحيث يجسد الممثل نفس الدور في أي زمن حيث يتم التعديل لاحقا لكن المشكلة أن بعض هذه التجارب حققت فشلا ذريعا والانتقاد الرئيسي أن الممثل يبدو آليا وغير حقيقي وبالتالي يفصل المشاهد عن التركيز في الأحداث أحداث الفيلم أو المستسل الذي نتابعه التقنية تسبب أزمة أخرى وهي أن الممثلين الشباب يفقدون فرص الضوء وظهور لصالح الممثلين الكبار طبعا في هذا السياق مشاهدين أو استخدام التكنولوجيا الكوميديان ومقدم البرامج الأمريكي جيمي كامو خاض تجربة التحدث مع نسخته الأصغر خلال العام الماضي بمناسبة مرور عشرين عام على عرض برنامجه فلنتابع أنا بشايفة كتير منك بس أنا شايفته طبيعي لا شيء مستحيل لا شايفته طبيعي يعني مش مبين آلي أو غير حقيقي دقة التفاصيل أنا هذا اللي حابة كمان يعني استفسر عنه هلأ مع ضيبنا لكن أصبح لا شيء مستحيل مع هذه التقنية تصغير تكبير العمر كل شيء الشكل الحجم الجسم اللي بتكمي بالطبع لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات رولان أبي نجم رولان أهلا وسهلا فيك في صباح العربية بدي أسألك عن دقة التفاصيل متل ما شاهدنا بمقطع الفيديو يعني تقريبا أنت لا يمكنك التنبؤ بأنه هذا من عمل تطبيقات الدي ايجينج أو تصغير العمر ونفس الشيء بفيلم توم هانكس الجديد يلي أنا هلأ صار عندي فضول أكتر أني أحضره وأني ركز بالتفاصيل أكتر كيف رح يطلع توم هانكس أصغر بخمسة سنة حكينا تقريبا صباح الخير نور صباح خير راوية وصباح خير لكلما شاهدين أول شيء مثل ما تفضلته يعني هذا الموضوع من زمان كنا نشوفه بالسينما بس كان يبين أن إذا بدك مبين في شيء غلط تنبين المثل المنوكي الضابط أو المثل الجايبين المثل تاني أو غيرها بس هلأ مع تقانيات الديب فيك ومثل ما لاحظوا الشغلة حتى هلأ بالفيديو اللي شفناه قبل ما بلشت المثل أو مقدم البرامج عم بيحتي مع حاله من عشرين سنة يعني مش إنه هو كان موجود وتركب على تقانيات الديب فيك مثل ما حتى شفنا من فترة مع دعاية لمحمد صلاح عاملها لما نعملت الدعاية كاملة بمصر هو أصلا ما كان موجود بمصر سو كانوا جايبين المثل تاني وركب على تقانيات الديب فيك تبين حمد صلاح هون شفنا إنه هو عم بيحكي مع حاله ببنامج مباشر وهيدا الشخص مش بس إنه يتبدك عنا فلتر الوجه اللي هو عم يبين كل التفاصيل الجسم حتى زل حصت ضحكة كيف بيهز كتافه كل التفاصيل الدقيقة هيدا كيف بتصير؟ بتصير إنه هن أصلا مثلا مثل هذا المثل عندهم الفيديوهات تباوله على مره لعشرين سنة من أول يوم بلش للتقديم لحد يتثلق نفس الشي طوم هانكس عنده كل الأفلام تباوله كل الفيديوهات تباوله بيقدر الذكاء الصناعي عبر البيك ديتا يكون عم بيجمع كل المعلومات كل التفاصيل من كل الأنجل حركات جسمه الصوت تباوله وبيجمعوها بيعملوا تحليل لإله وبيقدروا ركبوها بس رولو عديش عدي بتكون نسبة التطابق ما بين هاي الإمج أو الصورة اللي الـ AI أو الـ تكنولوجي أنتجتها وما بين هو عن جد كيف كان بعمر المراهقة أو قبل عشرين سنة لأنه منشوف كتير في صور مثلا AI جنريتد بالذكاء الاصطناعي أنا مثلا بعطي صورتي هلأ بعمل لي يعني صورة من الـ AI أو عن طريق الـ AI لأنا كيف كنت مساء عمري 15 لما بطلع عليها ما بلاقيها بلاقيها شخص آخر مش أنا لما كنت 15 سنة صح مية بالمية كلمالك عم بيجي ميز بين التطبيقات اللي هي فري اللي نحنا مستخدمها على هواتفنا يلي هي بترجع تجريد تخلق لك لأن هي ما بتعرفك أنت كيف كنت أنت صغيرة من 15 أو من 20 سنة أو أتفل صو هي بتجريد تخلق لك تجينريت صورة ما كان هي عندها تفاصيل عنها بس لما عم نحكي توم هانت البرنامج الـ Day Aging اللي عم يستخدموه أورادي عنده كل التفاصيل تابوتون توم هانت عنده الفيديو تابوتون عنده كل شي فمش أنه عم بيخلق أشي من لا شي عم بيخلق أشي من داتا وبيانات أصلا موجودة عندهم فالساعاتها بتطلع ممكن تكون أكوة 99.99% تما نقول إنه مية بالمية طيب رولا هاي تطبيقات هلأ المتاحة فقط يعني للناس المهاديين بمجال الأفلام وصناعة الأفلام والدراما هل مع الوقت رح تصير متاحة للمستخدمين العاديين ممكن نلاقيها على على التلفون على تطبيقات موجودة دائما أكيد مية بالمية بس لما منجحة منقول لكل العالم الزكاء للصناعة في مبدأ يعني إذا هاي تطبيقات صارت متاحة وينما كان بس أنا هاي تطبيق جيت قلت له أنه أنا بدرت حالي عشرين سنة لورا بس ما عطيته فيديوهات وصور وبيانات لألة بتفرجي كيف أنا كنت من عشرين سنة ما حيكون بهذه الدقة اللي هلأ أرادي عم تصير وعلى فكرة بس نوضع شلق المسلين المؤديمين البرامج وغيرهم أرادي كل العالم عندهم فيديوهات كتير كبيرة بكل التفاصيل عن كل شيء اللي علاقة فيهم بس بنامون مش كل العالم نحنا عنا على مدرس بس حضر تكون مؤديمات برامج وهذا فيه فيديوهات كاملة لألكم بس مش كل العالم عندهم هذه الديتا والبيانات والفيديوهات فهي نوتا كلمة من ضرورة نحكي عنها فعلى حسب يعني المعلومات التي تدخل على هذا البرنامج النتيجة راح تكون دقيقة بحسب كم المعلومات اللي أصلا مية بالمية طيب هل يعني هذه التكنولوجيا باهضة الثمن هل نتوقع أنها تصير منتشرة بلاش نقول حتى على النستوى الحرفي مش بالضرورة لإلنا بس إحنا كيف يعني حتى إحنا كيف ممكن نستفيد منها ولكن بشكل دقيق مش زي البرامج اللي هلأ موجودة واللي زي ما قلت لك يعني أوكي بتطلع لي صورة تشبهني ولكن مش أنا هو بس نرد الشعر بموضوع التمثيل والإخراج هلأ صنع لمحال أنه طوم هانكس هو ممثل هذا الفيلم بس مزغرينه بس بينما بلاش نسمع هلأ عن موضوع ممثل مثل بروس ويلس اللي هلأ صار هو كتير مريض ومنه قدر بقى يمثل فالعائلة تبعيته بالمبدأ في مفاوضات معه ووافقت أنه يتم استخدام صورته والفيديوهات تبعوله تيمثل الأفلام هو ومنه موجود نهائيا يعني صدنا هذا لست مستوى آخر بالزبط مية بالمية يعني هلأ ممكن نشوف أفلام جديدة لبروس ويلس لعالم تبدك كميته مثل بروسلي وغيرهم على هكي ممكن نسمع أغنية جديدة لأن كلثون مثلا تنزل بلاشت نسمعها ومش بس الأغنية نشوفها عاملة فيديو كليب جديد على خواطئ الريو بالبرازيل وهي أصلا توفت من مدر كم سنة هذا الشيء قادر بمحل معين عن جد يرجع يقدر يخلقنا شخصيات ونشوف أفلام لعالم من 100 سنة و200 سنة طالما البيانات موجودة طالما التكنيات صرت موجودة وبرجع عمقول نص صوت صورة فيديو أي شيء بدنا يصار كتير سهل هذا الموضوع نستفيد منه ونستفيد منه بحياتنا اليومية كمان هلأ يعني أكيد رح نستفيد منه في جانب إيجابي بالموضوع لكن يبدو أن مقولة فوريفر يونج شباب دائم خلاص رح تصير واقع بالفعل شكرا لك رولان أبي نجم المستشار في أمن و تكنولوجيا المعلومات كنت معنا مباشرة من الكويت لديكمที่ المجبر سميزي tengo مرحبا كنت ترى ب grat navy كنت ترى دوران ترى تم شرى شرى د可以 وهالا وهالا لا ترجمة نانسي قنقر